مرة سمعت واحد بقولك واحد رح على الأبر يزور الموات المقبرة أنا عارف بروحوا مرة بالسينة بيزوروا شاف أبر مكتوب عليه إشي غريب هالمية طلب وصية يطلبوا يكتبوا هيك على الأبر قال يا مار على قبري هذا المية الطلب يكتبوا يا مار على قبري لا تستغربوا من أمري يا مار على قبري لا تستغرب من أمري بالأمس كنت مثلك غدا تصير مثلي ما تستغرب بالأمس كنت مثلك شاب وبدأ أعمل إش بدي وبدأ أروح وبدأ أجمع مصاري وبدأ 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 الغدا تصير مثلي علمني يا رب إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنقت قلب حكمة رسالة أفسوس الصحاح الخامس بعلمنا كمان شيء تعال نفتح رسالة أفسوس الصحاح خمسي شوف شو بقول ورح نقرأ من الآية ستة عشر آية خمسة عشر ستة عشر فانظروا كيف تسلكونا بالتطقيق انظروا كيف تسلكونا بالتطقيق انظروا كيف تسلكونا بالتطقيق لاك جهلاء بل كحكماء انظر كيف تسلك مدقك بأمور الرب عليك وبمثالكك عليك تضقق يعني تحطها تحت المجهر تفحصها لاك جهلاء بل كحكماء ليه المفتدين مين مفتدين اه الوقت يا ريت نقدر نفتدي الوقت لأن الأيام شريرة الله أعطاك وقت بقول لك الرب افتدي وقتك عيش للرب فيه استغل الوقت طريقة حكيمة استغل الوقت وقوتك وعزك وبركات الله اللي أعطاك ياها افتديها بطريقة ما ديع وقتك على المسخرة وعلى الفاضي وعلى الأشياء قديش تروح على صهرة والناس بترقص بترقص بتشرب وبتنط بروح بس يطلع من باب الأولام بيستفرغ وببدأ يقح وببدأ يتخانق عراس السيني كان فيها كم من حفلي هون بالبلد عشان يحتفلوا بالسيني اللي راحت والسيني اللي جاي وعلقة الضرب وعلقة السكاكين ليه يعني ما فيش فرح حقيقي بالقلب فإذا منعرف نستغل وقتنا بطريقة حتى لو أنك شاب صغير أو ختيار كبير بإمكانك تستغل كل لحظة من حياتك مش غلط تحب نفسك مش غلط تعتني بحالك مش غلط تدير بالك على جسمك ولكن غلط تبعد عن طريق الرب غلط تضيع كل وقتك لنفسك وتنسى الرب تحب الرب إلهك من كل قلبك مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة شوفوا إنجيل متى يسوع بيعلم شيء ولما منتعلم شيء من يسوع بطريقة مباشرة أعرف هذا كلام جدا جدا مهم كل الإنجيل مهم بس لما يسوع هيك من فمه كمان طلعت بشكل مباشر وكأن الرب دي قلنا بدأ أكد لكم على هالكلمات أكتر شوفوا هالآية إنجيل متى أصحح 16 جاء إلي الفرسيون والصدقيون إحنا من الآية الأولى ليجربوه فسألوا أن يريهم آية من السماء بدأ الفرسيين والصدقيون بدأ يشوفوا عجيبي يا يسوع ورجينا عجيبي من السماء ورجينا عجيبي من آمن من شيء أغلب الناس بقولوا سأنك مؤمن مضبوط ورجينا عجيبي نفس الروحي موجودي من وقت يسوع فأجاب وقال لهم إذا كان المساء قلتم صحو يسوع بقول لهم نشوفه إذا لما تيجي الدنيا على المساء بتقولوا الدنيا رح تكون صاحن كل الليل كم من مرة مرة تقول لك اليوم رح تشتي بتطلع برايك تقول لها اليوم كلها صاحة رح تكون كل الليلة صاحة ليه تطلع بشوفوا الغيم قلتم صحو لأن السماء محمرة وفي الصباح تقولي اليوم شتاء ليه لأن السماء محمرة بعبوسة في حمارك ولكن في عبوسة يعني في اللون الأسود بنعرف إنه ده غيم ومحمل بالمطر إنه البكرة الصباح أو اليوم الصباح رح تشتي شاه شوفوا الصيادين أنا بعرف الأخ عماد قبل ما يروح على الصيد والأخ بروح وبتطلع عيك من الشباك بقولي اليوم فيه سمك أو فيش سمك اليوم فيه شتاء أو فيه شتاء الفلاحين تعرف قبل ما يطلع على الحق بتطلع مظبوط مظبوط شو بحكي أنا كل أغلب الناس مدربي تميز هاي الأزمنين بقول لن شو قال إذا كان المساء كل تم صحوا لأن السماء محمرة وإذا كان صباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة يسوع بقول لن يا مرؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما عملمات الأزمنين فلا تستطعون ولاو إذا عنا القوة نفهم الشتاء من الصيف نفهم اليوم اللي بتشتي ويوم بتشتيش إذا عنا القوة نعرف إذا اليوم فيه سمك ولا فيش سمك بالبحر إذا عنا اليوم القوة نعرف فيه هوا ولا فيش هوا الملاحين بيعرفوا أمور ولا حدا بيعرفها الناس بتطلعوا بالليل على نجوم بيعرفوا الاتجاهات إذا الناس تعرف تميز أمور ووجه السماء مش قادريني نشوف هذا العالم ونميزه هذا العالم عم بقولنا علامات يا أخوتي علامات بتنبئنا بالنهاية قربت 2009 راحة 2010 معناها النهاية عم بتقرب أكتر تسمعون بحروب وبأخبار حروب تسمعون بزلازل ويكون زلازل وأوبئة مبارك اسم الرب من عشر سنين اليوم عم بيطلع لنا أو أكتر تقريبا من عشرين سنين بس أكتر عشر سنين عم بيطلع لنا أمراض من الله بيعلم مني عم تيجي كان فيه مرض بلشنا بالإيتس خلصنا من الإيتس لليوم معنا مخلصناش بس تعودنا له شوف قد فيه ناس بتموت بالسرطان بعدين إجا مرض اسمه السارس بهونغ كونغ 200 شخص ماتوا الناس ارتعبت يوم واحد كان شاب مليء قوي مليء براح بعدين خلصنا من السارس إجا كمان إنفلونزا الطيور بلش خلصوا من إنفلونزا الطيور إجت إنفلونزا الخنزير خلصوا من إنفلونزا الخنزير إيجت إنفلونزا مش عارف إيه المعزة وبكرة الخنزير والدبابير والعصفير وعلى حقاد ليه الكتابة كبول فيه البقرة تذكروا البقرة المجنوني؟ ترجمة نانسي قنقر